لما ذكر الله عن محرمات من النساء قال حرم دعيكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني مما ذكر لكن جاء في السنة تحريم ماذا يشنهى عن أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها لا يجد أن يجمع الرجل بين زوجتين على عصمته إحداهما خالت الأخرى أو إحداهما عمت الأخرى أن يجمع بين الأختين هذا النص القرآني قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف لكن أن يجمع الرجل بين امرأة وعمتها إحدى زوجاته عمت الأخرى ما يجوز لو طلق هذه جازة أن تزوج عمتها أو طلقها جازة أن تزوج خالتها أو طلقها جازة أن تزوج ابنة أختها أو ابنة أخيها أما أن يجمع بين الثلاثين إحداهما خالة الأخرى أو إحداهما عمّة الأخرى هذا حرام حرام بيش بالقرآن ولا بالسنة بالسنة ما عندنا في القرآن وحل لكم ما وراء ذلك ما وراء مما ذكر من المحرمات فجاءت السنة فأضافت محرم وهو الجنب بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها